موسيقى كان يحرص أنه يعيش عيشة البساطة ويوفر ماله ومكافأته اللي يستلمها من الجامعة لأنه يرى أن أي شيء فوق حد الكفاف يعتبر إسراف ويعتبر من الكماليات في حين أنه كان يتابع من خلال المجلات من خلال الأخبار أن أخوانه في بنقلادش وأخوانه في فلسطين وأخوانه في دول أخرى يتعرضون للانتهاكات يتعرضون لجوع يتعرضون لفقر يتعرضون لمصائب كان لا يرضى أنه يعيش في رفاهية بينما أخوانه يعيشون في هذه العيشة فكان يوفر من ماله الشيء الكبير ولا يبقي من ماله إلا ما يحتاج أن يأكل به وجبة واحدة يوميا حتى أنه كان يتحرج أنه يشتري سرير يرتاح عليه في نومه فكان ينام على الأرض أحيانا كان يوفر راتبة ليشتري بعض المجلات كان يوفر راتبة ليشتري بعض المطويات ويرسلها إلى أخوانه في الدول المحتاجة اشتركوا في القناة